احتفالات كبرى وأحداث أخرى سنستعرضها حدثت خلال هذه الاحتفالات منها وفاة شخص وإصابة أكثر من 200 شخص آخرين جراء هذه الاحتفالات الصاخبة والعارمة سنتحدث عن نابولي عن هذا الفريق العريق الفريق المارادوني الذي لم يتوج بلقب الدوري منذ مدة طويلة منذ عهد مارادونا منذ 87 و 90 ها هو اللقب الثالث الآن يتوج به نادي نابولي شاهدوا ماذا حدث في مباراة نابولي في يورنتين هدف مقابل سفر الملعب اشتعل والمدينة اهتزت والسكان فرحوا وكل شيء كان جميلا هذا الأسبوع في هذه المدينة الجميلة 33 سنة بعد تتويج نابل 33 سنة هذا الموسم حقيقة محمد نابل سيطر على الدوري الإطاري بالطول والعرض أعمل واشي حاب شوف الفارق تاع النقاط نظن باللي ستار روكور في إيطاليا 17 نقصة 17 نقصة نظن باللي ستار روكور في إيطاليا هذا الموسم كان سباليتي عرف كيفاش يكون فارق شاب وعنده تجربة وخاصة ان أنا بهرني كتير للعب نيجيري أوسيمان لي أدى موسم رائع هو واللعب الجورجي لي أسموه شيء صعيب كيف أكبر 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 ضنب اللي أعطاه قدمه الكثير لفارق نابل ومدينة مدينة لي تستهل لأن تعرف السرعات ما بين الجنوب والشمال يعني دايما نشوفه الشمال هو لي في إيطاليا هو لي توجه بعدة مرات ولكن هذا الموسم يعني نابل قصر هذا الحاجة لوتشيانوس باليتي واحد من أخبث المدربين في إيطاليا كان له فضل كبير في تتويج هذا النادي لكن الأخبار تقول بأنه سيرحل مع نهاية هذا الموسم بسبب خلافات مع رئيس النادي ديلوريانتس وتزامنا مع انتهاء عقده أيضا راح يكون مشكلة محمد هنا في حالة راحي المدرب فارق نابولي نقدر نقول لك بالقرينط اللي أعطاها لهم والأشياء الإيجابية اللي أعطاها لهذا الفارق ما نظنيتش يكون المدرب آخر يعني عرف يعني ملامح هذا الفارق عرف المدينة هذه كيف تسير اللاعبين اللي كانوا عنده مغمورين جعل منهم أبطال هذا شيء يحسب للمدرب شيء يحسب لطريقة تعامل المدرب مع هذا الفارق اللي هو فارق نابولي حتى المدينة مدينة شغوفة شعب فارق نابولي يحب كرة القدم من أيام ما رادونا عندهم هذا كمحمد الشغف في كرة القدم ويحب الفارق خاصة ونشوفوا هنا سباليتي جعل من هذا الفارق فارق باطل نعم نعم أنصار نابولي قلبوا شعار سكوديتو من عبارة أبطال إيطاليا إلى عبارة أبطال في إيطاليا وكأنهم لا يعترفون بإيطالية نابولي نعم منذ القدم ليتذكر جيدا كرة القدم ويشفان مونديال التعين لما لعبت الأرجنتين أمام إيطاليا تصريح ما رادونا الشهر في ندوة الصحفية عندما قال لجماهر خاطبة جماهر نابولي قائلا لهم الإيطاليين لا يحبونكم لذلك لا تجعلهم فقط يؤمنون بأنكم إيطاليين في مباراة الغد فقط ومن شاهد تلك المباراة ما حدث جنوب إيطاليا مدينة نابولي مدينة كما تسمى في أوروبا مدينة المافيا مدينة دائما عرفت بمشاكلها مع السلطات الإيطالية وكذلك حتى في الشمال الإيطالي لا يحبون نابولي كثيرا حتى في وسط إيطاليا مدينة نابولي لتبقى دائما واحدة من أكبر المدن الإيطالية أنصار نابولي دائما هم هكذا وحتى الشعار لغيره فأبطال في إيطاليا يعني أنهم لا ينتمون لإيطاليا لكنهم فازوا بلقب سكوديتو يعني لقب الدور الإيطالي رغم أنهم في رؤوسهم ربما ليسوا مواطنين إيطاليين مئة بالمئة نعم نادي نابولي أقام حفلة كبيرة والأنصار غنوا ورقصوا وترقصوا إلى ساعات مبكرة من الصبيحة لم يصدقوا بأنهم فازوا بلقب الدوري بعد عشر محاولات تقريبا في كل موسم نابولي كان يفشل لماذا نجح هذا العام؟ لماذا نجح أولا سباليتي عرف كيف يتعامل مع هذا اللعبين كان حسين تكلم وقال لأن اللعبين مغمورين غير معروفين على المستوى العالمي ربما في إيطاليا ولكن جعل من هذا اللعبين خلق مجموعة مجموعة اللي كانت دفع بشراسة على الفريق يعني أعطانهم نفس جديد وسباليتي يعرف الكورت القدم وعرف كيف يديد النسيج هذا ما بين هذا اللعبين يعني اللي كانوا موجودين في نابولو اللعبين الجدد هما اللي أعطاوا الدفع هذا الكامل لنابولي ونابولي هذا تحدي لهم أنت عرف منذ زمان منذ القديم كاين سيرع كبير كما يقول في البداية ما بين الجنوب والشمال نابولي بلاعبين أكثر من رائعين كفرت سخيليا أفضل صانع أهداف في إيطاليا عشر تمريرات حاسمة وأسيمين هداف الدوري الإيطالي 22 هدف نعم هذين اللاعبين كان علامتين فارقتين في تتويج نابولي هذا الموسم يقولون بأنه في سنة 90 نابولي فاز بلقب الدوري الميلان فاز بدوري الأبطال ويوفانتيوس فاز بكأس الاتحاد الأوروبي هذا الموسم يكرر نفسه نابولي فاز بالدوري الميلان موجود في نصف نهاية دوري الأبطال ويوفانتيوس موجود في نصف نهاية كأس اليوروباليك حتى مارادونا توفى أرجنتين فاز بكأس العالم ونابولي فاز بالدوري الإيطالي في سنة 86 مارادونا فاز بكأس العالم في 87 نابولي فاز بالدوري الإيطالي هذا الموسم أيضا أرجنتين في 2022 بطل للعالم ونابولي بطل للدوري الإيطالي هل تعتقد بأن نابولي قادر على الحفاظ على ركائزه الأساسية خاصة منهم كافرة تسخيلية وأسيمان يقدره محمد نشوفه بالمبلغ الخيالي الذي تم استقدام اللعب أوسيمان هو مبلغ جيد كبير من الفريق الفرنسي ران على ما أظن فريق ران 30 مليون موضوع ليل جامل ليل بطل للدولة الفرنسية بطل للدولة الفرنسية نشوفه محمد الإدارة لو تكون عازمة وتكون حابة تزيد تبعت بهذا الفريق نحو الأمام وتزيد تأخذ به ألقاب أخرى نقدر نقولك رح يكون انتدابات نوعية في بعض المناصب نابولي فز على جميع الفرق الإيطالي هذا الموسم إلا فريق واحد انتر انتر فريق مميز محمد انتر فريق يضم عناصر جد مميزة نشوفه في الآوينة الأخيرة راه يفوز بالنتيجة والآداء نشوفه راه متأهلي إلى نصف نهائي ضد فريق ميلون آسي تكلمنا عليه محمد فريق لي عنده ثراء تعداد عنده لاعبين من طيراز عالي جود عالي الانتر على روما في مباراة كبيرة جدا بالدوري الإيطالي هذا الأسبوع صراع المراكز الأولى يشتعل ويلتهب والانتر يعود بثلث نقاط أكثر من ثمينة ويترك مورينيو في الأوحال الآن مورينيو سيصارع ومصيره ليس بيده من أجل تأهلي إلى تشامبيونس ديوشن روما هم الخاصة الأكبر في هذه الأسبوع رغم أن المقابلة كان شئة وخلق عدة فرص ولكن الانتر كان موجود هدفين مقابل سفر شوف خاصة الهدف الثاني كيف شرح بـ تيو لا 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 لكن على العموم روما أدى مقابلة قوية وخلقوا عيدة فارس ولكن طاحوا أمام حارس هو الدفاع قوي حتى الهدف الثاني هدف بطريقة سديجة بعد خطأ كبير من المدافع إبانياز وكما قلت أمامه حارس أنا قدم مباراة كبيرة شفنا التصديات قدفت بيريغريني اللي قصت في المدافع في الشرط الأول أغمى ذلك بدلت لطلات أراجيك طورها والهدف الثاني خطأ فادح من إبانياز أعطاها لوطارو لوطارو مباشرة نحو لوكاكو والهدف الثاني الهدف الثاني هذا جاف فانطون فور لروما كانوا يضغطوا وكانوا هم المستحويدين والضغطين بحثة عن التعديل قتلهم هذا الهدف من لوكاكو اليوم روما خسر ثلاثة نقاط تمينة جداً متواجد بثمانية وخمسين نقطة في المركز السابع على بعد ثلاثة نقاط من صاحب المركز الخامس ميلان وبعد خمس نقاط كاملة من صاحب المركز الرابع نادي انتر ميلان ستة وستين نقطة ستة وشتين نقطة مباراة بستة نقاط مواجهة مباشرة بين الفريقين الانتر لي فاز بسودة سيا خارج ديار في الجولة الماضية زاد فاز في روما فهذه الجولة أعتقد الخاصة الأكبر كان معروما بالإضافة إلى نادي لاتزيو لاتزيو لي خسر للمرة الثانية تولياً في ملعب سنسيرو خسر بثلاثة أمام الانتر وبثلاثة أمام الميلان